لماذا الأغلبية المغاربة يريد أن يحرقون في 15 شهر تسعود لأوروبا؟ تفرجوا بالفهم ماذا كانت سنة الخمسة عشر؟ ماذا كانت سنة الخمسة عشر؟ في إسبانيا في فالنسيا سنة الخمسة عشر تسعود بالنسبة للدريلي كانت في المغرب و بالنسبة للأسفاليون يقول لك دريلي في المغرب يريد أن يجمعون القاسية أو الفنادة الدريلي يجب أن يجب أن يجب أن يستطرق لا يمكن أن تفهم شيء السعيون على قد حواليكم بالكثمان في المغرب يقول لك ما هي القانون و تسوية الأوضاع المواجرين نحن نرى أن تسمع أن تكون هناك شيء ستقوم بالفعل لك ستسمع تلفازها الدوية ستسمع جمعيات و تدبو عليهم لا يمكن أن تكون هناك شيء والله يسأل للجامعة لا يمكن أن تكون هناك كل شيء يخرج من المغرب يقع والدي نعيش و مرتاح والله يسأل للجامعة أول شيء عندك تنشي في 15 شهر تسعود أو تحرق في 15 شهر تسعود الأوروبا بلاوراق عندك الإخوة لم تحرقوه في 15 شهر تسعود أنا لا أفهم عندما تتفقتوا على هذا اليوم في 15 شهر تسعود لم تقوموا بإحتياطات لماذا تفكروا بأعقلكم لماذا تعرفون أن هذا الأوروبي خلص الزباب المغربين لأنه يمنع الهجرة السرية هل تعرفون أو لا تعرفون هل تعرفون أنه لا يوجد المغربين الذين يهجرون من المغربين بل كانت أفريق الجنوب الصحراء هل تعرفون أنه لا تريدون من الفناتق هل تعرفون الفناتق تفضحوا ذلك عندما تريدون أنكم تقبل السبتة لا تفضحوا ذلك لا تجدوا مشكلة كبيرة لا تجدوا كبيرة لا تريدون أن تسعود أمامها سأجدون هذا الأسئل سأجدون أنتم معين ما تقوموا بإحتياطة حلقتكم حلقتكم وما تقوموا بإحتياطة ما يفعلون لا تقول ان اما اسبتا لم يفهم بأنها ولا ما أر��أس او ميليا ميليا جاءت للنصار والسبتا جاءت في النادك و لكن لم يفهم بأنها سبتا لم يفهم بأنها نحن من المغرب كنت في المغرب و لكن في المغرب ما عندما أفاصلك بينك وبين ним أوروبا البحر لك هل فهل لك سبتا لك ستقول لي أن أفضل بوليس سوف نطلب أن أتدارونها هذه الحضرات الخاوية التي تسمعها في الفيديوهات ربما من نتيجي حاجر وخش أكتب لهم في اللجوء حيث من كلمة اللجوء الإخوات قلبوا على رأسكم كلمة اللجوء يعني أنت تعيش الطيهاد في بلادك علما أنه مستبعد أنك تكون تعيش الطيهاد في بلادك فهذا كلمة الطيهاد لأن اللجوء تجعل واحد دولة لأنك خيف من شيء حويش تطرع لك في بلادك أو أنت من من تحت في بلادك من أنت مثلا عيش جيدا في بلادك حيث هم جيدا في القوانين في دولة لأنك يكون عندها مستقبلية بوليتك هي أهم 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 حاجة عندهم هي بلادك لا يوجد حروب لا يوجد مشاكل من أن تلقوا بلادك لا يوجد مشاكل كان الأمن يقولون أنت تجعل بلادك لماذا تجعل بلادك لأننا تجعل بلادك لذلك يفضل لجوء أنت تقولون أنني أريد لجوء لأنني مثلا ضد السيستام ضد هذه الأشياء من أنت تطلب لجوء على هذه الأمور أنت تتحدث عن أنك لا تتعود إلى بلادك ونسبة أنك تقبل أصلا نسبة ضئيلة جدا ما الذي يتصل إلى السبتة أو ميليا يرى يريد أن يتصل إلى 15 سنة على طريق السبتة أنا لا تتفكروا لا تتحدث عن السبتة لا تتحدث عن السبتة لا تتحدث عن السبتة أو ميليا ونزلوا يتحدث عن السبتة وقالوا بننصار ولغتهم أميها وفي أهادة لماذا لو كانت الأمر ودخلوا في فرق السبتة وننصار وردوا إلى الميليا و تتحدث عن الكم و تتحدث عن السبتة و تتحدث أميه لا تتحدث عن السبتة بسبب انتعادوا أنتماء العلمات قلت tongs يقولون أنه هل تصل إلى السبتة أنظر لن نتعرف الناس وأنه لا يتمكن من خدمة وأنهم يريدون خدمة لا يريدون خدمة لا تنقصوا ما يريدون عيونه لا يريدون ان تنقصوا أمام أوروبا بل أن أخير قلت على أن أريد أن تحملني أخوتي لا تحملني أماما نقول الحقيقة ونخرج لك نعرف على ما يفهمه ونخرجوا لك بس المنعك من أنك تبتل هذه الهيترة ونقول لك أخي ابقاء في بلادك حتى يتصبح مكرم ونريد أن تبتلزده في وراقك ستقول لي الظروف المعيشية وكي 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 سيقول أنك علي أن تتافق معكم ولكن حتى ستكون الظروف المعيشية ستكون ستجد كذلك وستطيع أنهم يتبتلون ال� diverse لكنهم لم يلزمتهم وعقد نستطيعون مدلولين لأنك يوجد حرك مدلول حرك تصوي مدلول أنا أقول لك لا أتخذ لكم الفيديوهات لهم سيكون في حلاكس لا يخافي أعظم لا يخافي أعظم أنت ما لديك اللغة أم إذا كنت قد تزلطت رأسك أنا أقولك من دابة لديك اللغة لك مستعد ونقولك لا تهاجر لا يوجد مشافة في هذه السرية لديك اللغة لديك حرفة لديك شي بأي شي لاذا تتمر 萬ضي Такه قل أعطي أمك لا أعطي حقوة جواب هل تتحرك؟ بعد ذلك الذين لديهم اللغة فأنا معهم لا أعطي هل تتحرك؟ فإن لديك شيئ قلقين قلت رفعه ماذا لن تتحرك؟ ما تتحرك؟ نتحدث بعد ذلك تعلم اللغة تتحرك في البلدك و تعلم اللغة وتعلم أن هذه الأكسة ستحدث أخي لا تحرق لا تحرق أن شيء كان في الألفين وتسعين وثمانينة يومات الغفلة يومات الغفلة كانت شيء ويومات الغفلة المغاربة داروا فلوس وداروا الديور وداروا المسائل وماذا نقول لكم هذا القضية مؤخرا شرح لي واحد السيد كان في الطاليين ودخل المغرب وتبارك الله سهل علي الله ودار الديور وذلك شيء هذا واحد السيد أحد السادق لا تريد أن يشرح لي شيء أمور قال لي أن أقول لكم هذا القضية لا تسمع ما قال لي قال لي أن هذا كان أول أراضي في المغرب الرخاص الأول كان المغرب الرخاص قال لي أن المغرب كان فيه ميتة قال لي أننا نعمل في الأوروب حاليا طيبة نجمع فليسات ودخلوا المغرب ونبنوا بروجة ديالنا ونبنوا دوائرنا ولم يمكن أن يكون قادية جيدة لأننا كنا نعمل في الأوروب والأوروب طالع ودخلوا الأوروب المغرب ودخلوا العملة ودخلوا العملة ودخلوا أرض مثلا ساوية 1-3 مليون كانوا أراضي لا تقلوا على المغرب أو هذا أغلق تقل غريب أو غريب أو تغلق من أوروبا لماذا؟ هنالك المستثمرين في الأوروب ودخلوا في الدول لأسوء المغرب لذلك المغرب تقلق في الأراضي يجب أن يكون مليونيرا في المغرب تلقي لديك قضية سهلة معاقوة ورغب أن تفهم الأمور أجل أن تكونوا مواقعين وما من الجهة أخرى في أوروبا لا تقارن بالمغرب سوف يجب عليها تتجارة لأن أقول لكم أوروبا تتفاول كل هذا يوم يجب عليهم أن تتجاريش يجب عليهم أن تتجاريش يجب عليهم أن المغرب تتجاريش في الأمور يجب عليهم أن يكون ألمانيا والفنانية والدلمانك والهولندا لماذا يقرر تدخل عليها فرنسا حصوى للعرب تقول عنها جسد صحوى Paulo هذا ما يزوم من الطعام فرنسا في النظافة تكون بمجرد كفار تنقص حديثك منذ مذنبني قادمه ستجل بمجرد أريد أن أشرح لكم، أنتم الذين يريدون أن تكون في أوروبا بلا لغة لا يوجد شيء بلغة أو بريقات لا يوجد أن تتلاصق أعرف أين تعيش لا يوجد أن تتعيش فيها لا يوجد صاحب اللي يقول لكم بشي حاجة صعبة بشي حاجة صعبة بشي حاجة صعبة يالله يالله خمسة عشرة سعود تاب رب الكعب لا لده زاشي واحد تاب الله بيدو زاشي واحد تاب الله بيدو زاشي عندكم تحرق قوية بشي واحد يحرق في 15 سعود عندك تحرق الأوروبا في 15 سعود عندك تحرق أوروبا في 15 سعود ما بشي يا صاحب بقى بلادك والا صاحب وتبعلكم وليديين اللي تخافوا عليهم موساكن من الحصر عليكم إنه طررتكم شي عاجة منذ غدد دخل مثلا للمرأة كان لدينا غرقة مسكين بلادنا ما كيف لمعنش تطرع له لا صاحب أنا بغرقت لك ومشرحت لك ومشي كان زمان أردانا صاحبا لكن لم يتبعي ذلك الفلوس في المغرب سبعة مال الاجتماعات و المغرب يصبح الأحل في المغرب سبعة مال فلوز في أوروبا عندما تفعل أي شخص تبعي ما يتجاركا يتم بطاعت الوالو و انتهى مال تجارة و تبعي انا تبعي اصحابي معك مجبب اصحابي تعلم به أو囲ا و تبعي اصحابي و تبعي شخص في حياتك تنفع بها صحبي بغيت بصير القرع على راسك تبني عندما جاهل مقاريتها مزيان وعدو تلباك و بغيتها ومشيتم معي وتزاهم عباد الله و بادي لو عقلكم التراري و فهمش و باتستهونوش بحياتكم و عطاو كرامة و عزة نفس لشخصكم تومه فهمش مشي كل عباله فهمني يا صح فهمو ايما تشري كينا بقادي ناصح هذي اللي بغي ديتشهج يديران حر شخصو حر فراسو بغلي بغي يحرق يحرق انا كنقول لكم عندكم تحرقوا سيروا قانوني سيروا قانوني مش قوة الفيديوهات سيروا قانونينا الاخوة ما من الفيديوكو نجبكم بنسوش لكم شبار طاجتة و اراء ديكم بلد البوضوع شبارك الله لكم